اشتركوا في القناة في الحلقة نستضيف الدكتور محمد خروبات أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياد بمراكش شعبة الدراسات الإسلامية وهو غني عن التعريف أشرف على العديد من الأطروحات الأكاديمية سنتناول اليوم موضوع الإشراف الأكاديمي والتحديات المرتبطة ونسلط الدوء على الانتقادات المتعلقة بمدى دقة وشمولية مراجعة الأطروحات في ظل الكم الهائل منها مرحبا بك أستاذ الكريم حياكم الله أخي كمال جزاك الله خير ونشكركم على هذه الاستضافة بارك الله فيكم طيب دكتور محمد خروبات مع تزايد عدد الباحثين والاهتمام الكبير بالتطوير البحث العلمي أصبح الإشراف على الأطروحات الأكاديمية تحديا كبيرا كيف نرد على الانتقادات التي تسير إلى أن الكم الهائل من الأطروحات التي تشرفون عليها أو يشرفون عليهم آخرون يجعلوا من الصعب تحقيق مراجعة دقيقة وشاملة لكل منها أخي الحبيب جزاك الله خير على هذا السؤال الذي يعني يطرح ويقال وكما تفضلتم قلتم يدعي البعض فعلا هناك الدعاءات حول طبيعة الفحص وطبيعة الإشراف على الأطروحات الجامعية الجامعة المغربية وددنا لو أن هذه الإدعاءات التي أشرتم إليها كانت بمثل أسلوبكم وبمثل أخلاقكم وبمثل هذا الطرح الذي يستوجب الجواب ويتطلب الجواب لكن بعض الأحيان بعض الإدعاءات تكون قد خرجت عن حدود الأخلاق وحدود الأدب التي من المفروض أن يكون المعلق أو المنتقد أو الذي لا يتفق وهذا حقه أن يكون متخلقا متأدبا مراعيا لحدود الأدب والأخلاق لأن التقافة بدون إخلاق يعني لا قيمة لها بخصوص هذا الموضوع الذي تفضلتم بالكلم عليه هو أولا وقبل كل شيء يتطلب المعرفة معرفة طبيعة الإشراف أولا طبيعة الإشراف ويتطلب أيضا تجربة الإشراف أن الذي يشرف ويفحص ويناقش ويساهم في العمل العلمي الأكاديمي تكون رؤيته تختلف تمام الاختلاف عن ما يقال حولها طبيعة هذا الموضوع نحن لا نبخل عن أحد يريد جوابا عن سئلة معينة مثلكم أنتم مجزاكم الله وخير هذا واجب علينا أننا نخرج إلى العلني لنجيب على هذه السئلة ولله الحمد لا نضمر شيئا ولا نخفي شيئا لو كنا نخفي هذا ولا نذكره حتى لا نذكر عند غيرنا ما أشرنا شيئا ما نشرنا شيئا ولا أعلننا شيئا ولا ذكرنا للناس شيئا وأنا كما لا يخفى عليكم وأنتم تتابعون والمتابعون يتابعون أن صفحة الأكاديمية هذه الصفحة التي أطل بها على طلبتي وعلى الباحثين عموما في داخل الوطن وفي خارجه وعندنا طلاب في خارج الوطن فإننا نطل عليهم من خلال هذه الصفحة التي سميتها وكتبت مرة منشور عليها أنها صفحة أكاديمية مع معنى الصفحة الأكاديمية أنها تربطنا بطلابنا طلباتنا طالباتنا أيضا وتربطنا بالبحث العلمي وبكل ما يتعلق بالبحث العلمي الذي يمارس الأستاذ الجامعي الأستاذ الجامعي الآن بحاجة إلى أن يتواصل مع الطلاب بهذه الكيفية أو بأي كيفية تجعله متواصلا فالذي ممكن نحن أن نفعل هو هذا الذي نحن نفعله الآن فطلابنا يتابعون أستاذهم على ماذا يشرف ما هي طبيعة الموضوع ماذا ينجز من مشاريع علمية ما هي المهام التي تكلف بها طلاب يتابعون وللحمد هناك متابعة من قبل طلابنا للذين تخرجوا وللذين هم الآن وحتى في خارج المغرب الإشراف أخي الحبيب على الأطرحات والرسائل هذا أمر مفترض مفترض لأنه داخل في المهمة ليس تطاول ولكنه من مهمتنا كأساتد في الجامعة المغربية الأستاذ الجامعي في الجامعة المغربية هو أستاذ تعليم العالي والبحث العلمي وتكويل الأطر هناك هذه التولة يجب أن نفهمها جيدا تعليم العالي وهو أن الأستاذ يدرس في الجامعة يعطي حصص تدريس البحث العلمي الأستاذ ينتج مقالات علمية ينتج كتوباً علمية ومؤلفات علمية هذا الإنتاج هذا البحث والتكويل الأطر يدخل فيه هذا الذي تفضلتم بالإشارة إليه وهو الذي يتم التعليق عليه لماذا هذه الكترة؟ لأننا لا نريد الكترة الإنسان لا يسعى إلى الكترة ولكنها مفترضة علينا أن نريد ما كارهنا أن لا نشرف أولاً وثانياً ما كارهنا أن نشرف على العدد القليل وحتى قضية الإشراف سنأتي ربما عن الموضوع طيب اعتبر أن متوسط صفحات الأطروحة الواحدة تصل إلى 450 صفحة كيف تستطيعون تقسيم وقتكم بين الإشراف والمراجعة الدقيقة لكل أطروحة إلى جانب الالتزامات الأكاديمية والإدارية وما إلى ذلك صحيح هو هذا الذي أنا أشرته إليه هناك التزامات لأن الإشراف للبحث المناقشة لا يعفيك من التدريس ولا يعفيك من البحث العلمي البحث العلمي يأخذ وقتاً وهذه الظاهرة التي أنتم أشرته إليها أن هناك كم من المطروحات الكم نتكلم عن الكم الكم يتحدد بطبيعة الموضوع هل هذا الموضوع يقتضي هذا الكم أم لا يقتضيه إذا كنا نتكلم مثلاً تحقيق مخطوط تحقيق مخطوط يكون في أربع أجزاء ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء عشرة أجزاء إذن هذا كم يقتضيه يقتضي الموضوع إذا كان الموضوع في حديدته بمعيار أو آخر يفترض كم معيناً فهذا لا بد أن يكون لماذا؟ لأن الكم مرتبط بالغاية والمقصد والنتيجة التي تتحقق من بحث الموضوع إذا كان الموضوع يتطلب هذا الكم فهو يتطلبه إذا كان لا يتطلب هذا الكم فهو لا يتطلبه وهذا النوع من أنا أريد أن أعلق على هذا النوع من الحساب 450 إذا جمعتها كم هو يعيب في عمره 30 الشهر فيه 30 يوم وإذن وعنده 30 أطروحة أو 40 أطروحة يشرف عليها التزامات والتزامات وكذا إذن فلا بقاله الوقت للأسواق ولا النوم سيدي نحن لا نذهب إلى الأسواق الذي يريد أن يذهب إلى السوق يذهب إلى السوق هذا أمر فيه نوع من وهكذا يفعلون لأن الإنسان إذا كان له تخصص أنا لا أضم أن أستاذا أستاذا جانعيا متخصصا في العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية يقول هذا الكلام لماذا لا يقول هذا الكلام لأنه يعيش فيه ويدرك مخاطره ويعرف الإكرهات وربما له جواب مقنع في الموضوع لكن الذي ليس هذا تخصصه فهو تخصص في العلوم الطبيعية ويتكلم في العلوم الشرعية مثل ما فعلوا للبخاري ستمائة ألف حديث لقسمتها على حياته إذن هو هذا الحساب هؤلاء يلعبون بالأرقام الرياضية كأنها شاطت هذه الأرقام الأرقام الرياضية لا توظفوا في مثل هذه القضايا التي أنا سأجيب عنها بتدقيق إذا أرد الإنسان أنا ماذا أقول أقول أنه نحن مشغولين نحن مشغولين لا وقت لنا وغيرك مشغول بك أنت في همك وغيرك أنت همه يعني هذا الذي يقول هذا الكلام لا شغل له إلا أنت وكما تقول القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل فإذا كان هذا له وقت ويتبع الناس ويراقبوا العيوب وبلغة القدح وبلغة خشنة بلغة قلة الأدب باللغة الطنانة لمعسل هم يظنون بأن هذه اللغة صعبة وأنه يعني إذا تكلم بهذه اللغة أنه هذه من أسهل اللغات لأنها لغة منحطة نليع عليها اصطرح معي لا أذكره هنا هذه اللغة تتأتى لكل أحد لغة شارع لغة سب الشتم والقدف والقدع وهذه سهلة جدا لكن لغة العفاف ولغة الأخلاق ولغة القيم ولغة الآداب ولغة الرفق حتى ولو كان في كلامه يعني يفيد نأخذه منه ولكن بهذه الغلطة فهذا كلام يعني فهذا الذي هو غير مشغول نقول له إذا كانت ما عندك وقت تعالى أعيننا على هذا الكترة التي نعاني منها نعطيك على الأقل بحوث الإجازة تؤطره على الأقل نعطيك بحوث الإجازة ونؤطرك ونعلمك كيف تؤطر لأن التأطير تقنية لا ننظر إلى الكم كذا لا فحص الرسائل أنا أقول لك لا فحص الرسائل ولا مناقشة الرسائل الجميعية ولا الإشراف على بحوث على الرسائل الدكتورة والمسترات ما هي إلا أمور تقنية وليست كمية وهذا النظر نظرة كمية هذه أمور تقنية الذي خبرها وبحث فيها وعايشها يعرف كيف يتعامل مع الكثرة وإن كثرت يعرف كيف يتعامل لأنه أنا أريد أن أبدأ معك من الإجازة فالمصر في الدكتورة طبيعة الإشراف الأخ الكريم أنت تتكلمت على الإشراف نعم وهذا هؤلاء الذين يقول أن الإنسان يشرف على رسائل كثيرة وصلني منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحدك يقول 30 بحث كيشرف علي لا يوجد أستاذ في الجامعة المغربية نقول لك في الجامعة المغربية أو في التخصص دراسات الإسلامية كيشرف على 30 أطروح لا يوجد هذا كذب لا يوجد خمس أطروحات هو الحد الأقصى للأستاذ في سنة في سنة خمسة أنا أقول لك آخر رسالة نقشة تحت إشرافي الآن أنا كم ربما الذي ظهر على الصفحة أنه كثير وكثير في الفحص والمناقشات ليس كثير في الإشراف الإشراف لديه سبعة أو ثمانية ربما ثمين أو ثلاثة غير مشي وآخر إشراف أشرفت عليه كان 16 سبعة 2021 آخر بحث تحت إشرافي الذي يتكلم للإشراف كان أعطي الحقائق والصفحة الأكاديمية هي أمامه يرجع يتبع الستوريك وغيرت بالله أنه 16 سبعة 2021 نقشت رسالة تحت إشرافي من 2021 إلى حدود هذا الوقت الذي أنا معك فيه ما أشرفت على أي رسالة ولا أشرفه لكن ما نقشت أي رسالة تحت إشرافي منذ ذلك السريف والرسالة التي أشرفت عليها هي للدكتور يوسف برعيل وهي في في وضوح دلائل أبي عبد الله محمد بن المدني قنون هو في فقه النوازيل نعم في 2021 يعني كيف يمكن هل كم لا يوجد كم هذا كلام تضخيم لا يوجد كم رسالة تشرف عليها وتأخذ وقتا في الإشراف وقت وقبل الإشراف قل لك حتى قبل الإشراف كيف ندبر الأمور ربما هذه سنة لا أعرف شيئا على كل حال هذا هذا الذي أنا أريد أن أشير إليه يعني الذي لا يفهم يجب أن يفهم الذي لا يعرف يجب أن يسأل ونحن يا أخي الحبيب نقول الكلمة واضحة الصفحة الأكاديمية التي ربما فيها الكلام الصفحة الأكاديمية لماذا نحن لماذا أنا أنشر كل ما يتعلق بالبحث العلمي والتعليم والتكوين لماذا لماذا حتى إذا أراد بهذا وغيره أن يحضر لمناقشة رسالة جميع مرحبا به نكلا لأنه البرح نقشنا أطروح البرح نقشنا أطروح ليس تحت إشراف المطفيد تحت إشراف زميل آخر نقشنا هذه الرسالة ونأعلن عن جميع المناقشات التي الرسائل التي أكون فيها أعلن على صفحتي ونأقول بأن كل أسيدداء لهم نفس الفعل نعم غير أنهم لا ينشرون أو ربهم يتورعون أو لا أدري كل له واحد له اختيارات نعلن هذا بأنه في يوم ما ستناقش هذه الأطروح لماذا نعلن حتى يأتي الطلاب ليحضروا ليستفيدوا وتانيا هذا الذي يريد أن يعرف طبيعة الإشراف والمناقشات والكترة 457 هذا الذي يحسب الأرقام غير كتشير لأنهم ملقى تطروج نقول له تعالى مرحبا بك خذ مكانك راقب المناقشات كيف تتم ندقق في الملاحظة يا سيد الأسيدة كيف تكون انظر في الرسالة وسجل ملاحظتك وانتقاداتك وإذا لم تجد من ينشر لك هذا أنا أنشره لك وهذه دعوانة نوجها من الآن يجي مرحبا به عبر أطلالا بريس عبر أطلالا بريس يجي ويسجل ويسجل الملاحظات مش بالضرورة يشكر لكن تكون ملاحظة مضوعية البارحة وأنا رأي الجلسة رأي الجلسة لما ردت الطالبة على ملاحظة السيد الأسيدة وأوشكنا على التداول في الميزة وهي منشورة على الصفحة غير اليوم في الصباح الشرطة نعم أعطيت الكلمة للحاضرين من عندهم ملاحظة علمية من تفضلوا وخضوا جوجد الناس وخضوا الكلمة مرحبا لا نخي شيء مرحبا من أرد أن يحضر مرحبا به أرد أن ينقض ولكن من موقع المعرفة ليس من موقع الجهة نعم طيب هل يمكن توضيح الآلية التي تعتمدونها لضمان جودة وتدخيق الأطرحات التي تشرفون عليها أنت قلت تشرفون لأن هناك فرق ما بين الفحص وما بين الإشرف وما بين رئاسة الجلسة لا يلزم من رئاسة جلسة أن تكون مشريفا أو أن تكون فحصا أو تكون مناقشا الذي يسير الجلسة الأستاذ الذي يسير الجلسة في القانون الجديد ليس فحصا ولا تسير آلي يمكن أن تكون لهم ملاحظات إذن كل الرسائل التي سيرناها خارج هذا الإطار ثانيا لا يلزم من المشريف أن يكون أن يكون مناقشا لأنه مشريف يلقي كلمة الإشرف فقط ولا يلزم من الفاحص للرسالة أن يكون مناقشا ليس كل الذين فحصوا يحضرون المناقش إذن هذه حدود هذه حدود قضية الإشرف التي أشرتهم إليها والآليات نقول لك الآليات الإشرف الإشرف على موضوع ليس كذلك مع طالب هذا الموضوع الذي نحن نشريف عليه أولا هذا الموضوع يختاره الأستاذ مشي الطالب بمعايير معينة أستاذ الذي له خبرة وجولة وتجريبة معاناة لا في التدريس ولا في المهام فإنه تظهر له بعض الموضوعات يقول أن هذه الموضوعات ربما عجزت عنها أنا أن أقوم ببحثها وليست كل مواضع يبحثها الأستاذ الباحث الأستاذ الباحث يبحث في الموضوع التقصص لكن هذه الموضوعات لا بد أن تعطي الطالبين باحث يقوموا بإنجازها فأنت تقتارح عبر المختبر الذي أنت تنتمي إليه تقتارح خمسة الموضوعات ستة الموضوعات مع الموضوعات الأخرى تجمع وتذهب إلى رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة توجد الجنة تدقيق في هذه العنوين فربما أنت اقترحت خمس موضوعات ترفضها الجامعة كلها ربما تقترح ربما يأتيك موضوع واحد أو اثنين على كل حال نقول في النهاية لأن بعض الأسدداء ما جاءهم الجول في النهاية ربما تحصل على موضوع أو موضوعين هذا الموضوع كما نقول يعلن للطلاب ليتباروا عليه المباراة يكتب عليه تقرير وكذا المختبر والجامعة والكلية يعلنون في يوم ما على المقابلة التي تكون بين أنا الذي اقترحت موضوعين والطلاب الذين يتبارون عليه ممكن هذا الموضوع يتباره لعشرة نعم فعبر اللجنة نحن الأسيدة للجنة فإننا يعني نستضيف هؤلاء الذين يتبارون يبدأوا نبيه ثم بالزمين الآخر الزمين الآخر هذه الطريقة المتبعة فأنا بما أن السؤال الموجهة إلي أنا اختبر هؤلاء الثلاثة أو الأربعة من هم من هو أفضل ليأخذ هذا الموضوع ليقوم بمحتي من هو أجود الطلاب وأقوى الطلاب وأيقظ طلاب وأفهم طلبة تكوينا تختاره منهم تشجل الإسم تقول هذا الطالب الذي يأخذ هذا الموضوع تقول لماذا هذا يا أستاذ حتى لا يتعبوني أنا في الإشراف لأن الطالب نجيب قوي فهو لا يرهيق الأستاذ في الإشراف طالب يبحث والأستاذ بطبيعته كمشريف على العمال مشريف مشريف مشي منجيز الأستاذ لا ينجيز طبيعة الحال هذورا عندهم فهم غلط لأنه ما عارف يشتغل حرفها نعم أنا كنقول هاليوم ببا الأستاذ المشريف يوجه فقط ولا يكتب لي يوجه الطالب يفعل هذا بدل هادي كذا وتستمر هذا العمل يد الإشراف ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات نعم يعني سنوات أنا أقل لك إلى حدود الساعة من 2021 يالله نقش رسالة آف 2021 الآن ما عنديش إشراف كيني الطلاب مشريف ولكن سيأتي وقتهم وحينما أحس بأن الطالب أنجز شيئا وكان العمال تتوفر فيه شروط الفحص والمناقشة أنا داك أمرره للفحص كانك تبري رسالة السيد اللي عميت أقول الطالب فولني أنجز بحتوى تحت إشرافي وقد سجل بتاريخ وقد استوفى الشروط وكان دير رسالة خاصة وتقرير على الرسالة في ثلاثة صفحات ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية صفحات على أطرحته أنا داك الرسالة تأخذ مجرها للفحص للفحص نعم نقطة رحمن يفحص كتستشر مع العميد كيختار ثلاثة أولى ججم الكلية واحد من خارج الكلية وفي القانون الجديد وعد من خارج المغرب لكن هذا لا يفعل خارج حتى لا يعرف كتسلم من الرسالة ويقومون بقراءتها وببحثها الآن آتيك إلى حالة أنا هذا الكمل الذي تكلم لكم هذا كله في الفحص والمناقشات وفي رسائل الجلسات تقول يا أستاذ وكيف أنت يعني تفحص هذا العدد الهائل من الرسائل الكمل الهائل من الرسائل هذا الذي يعني حينما تتسلم إلي الرسالة أنا ولي أستاذ الزميل أنا أعينك كفاحص لهذا الرسال أنا كنت نشوف طبيعة الموضوع إذا هذا الموضوع يدخل في اهتمامات العلمية والمعرفية والمنهجية وعندي به إطلال فأنا أخذ الرسالة كنفحصها لأن أما إلا كان بعيد علي لا أخذ وقد رددنا أطروحات كثيرة مما لا يعرفها الناس ولا نقول رددنا لأن هذا فيه قدح الطالب هذه أمور تكون سرية أخذ هذه الرسالة هذه الرسالة التي في هذا الموضوع فين تتكون مواضعها هي في العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية التي نحن متقصصتنا يعني هذا الذي يعيب علي أنا أن هذه الرسالة في هذا الكن كيف قررتها أنا ماشي بحاجة أنني غدي نشوف الموضوع ورجع ندراس الموضوع من المصادر والمراجع وكذا حتى نعم الراس ونفهم عاد الرجع نقول أخي هذا اهتمامي هذا اهتمامي هذا المجال الذي تحرك فيه الطالب هو مجالي نقرر رسالة خمسة أيام ستة أيام أسبوع تعمل الفحص لكن كيف تضمنون أن الأطروحات التي تشرفون عليها مثلا خالية من الصرقة العلمية هذا جانب آخر هذا القضية الصرقة العلمية والأمانة العلمية نحن لم يكن كثيرا أخي كمال أنا لدي عام العلمي مطبوع والآن مطبوع موجود كل صفحة التي ستجدها حول الصرقة العلمية وكذا والأمانة العلمية وفي قناة إدعى محمد السادس إدعى عندي برنامج خاص على الأمانة العلمية ومسجل تقول الأمانة العلمية عليها نلهت وحولها ندور وهذا الطالب الذي يغش ويسرق في الرسالة يجب أن لا تكون له صلة بدراسة الإسلامية قام لا تكون علاقة بدراسة الإسلام الآن حينما الطالب يأتي قبل أن يأتي الطالب ويتوصل السيد العميد بالمراسلة الرسمية من الأستاذ المشريف شرفة الأستاذ المشريف تقول له أنها عمله الطالب يروح إلى المركز الدكتورة يطالبه بسيدي السيدي ويقول لك هذا العمل بسيدي هذا السيدي يعرضه على برنامج كشف الغيش تورنيتين أو غيره شكرا لك يقوم بهذه المهمة هذه المهمة أنت يقوم به السيد نائب العميد هو الذي يصار تدير تقرير عليها ويكون وثيقة من الوطائق التي قدرت للفطال أولا لدينا أن الأستاذ المشريف رفع العمل وضيق ما خارج الاختلاسة والسارقة ضيق المشريف رفع كيف الشيء كانت طالبات يشهدون أننا لم يسمحنا لهم بقعد تتجيل هذه التي تتجيل لا نسمي تواعد فمن الذي يكون خالي من هذا يقال يجب لي من نصخ ثم في الفحص يجي الرسالة التي أستاذ يبحث أن يرغل هذا كيف تجيل كيف اختلاسات كلية اختلاسات جزئية كيف صارقة نائمة لا معنى صارقة معنية تغيير هذا أشكال على كل حال فهذا كله أثناء المناقشة الفحص ما هو الفحص الفحص هو في القانون إذا تسلم الأستاذ الجامعي رسالة طالب يجب أن يقدم تقرير الفحص خلال شهر هذا الشيء لا نقدر عليه مع الكترة يصعب لأنه أسيد أقلال لهذا نحنونا اللي جاءوا إلى بعضنا نحن نريد أن هذه الكترة توزيعها كترة في الموارد البشرية الأسيدة قلال يا أخي قلال فالكل يتأكي على الكل أنت تطلب مني أن أساهم معك وأنا يوما ما أطلب منك أن تساهم معي أستدعيك من خارج الكلية من مدينة أخرى لتأتي إلى مراكس لتناقش معي وتستدعيني لأروه عندك لأناقش معك وعلم علم اليقين بأن هؤلاء الأسيدة الذين يشرفون ويفحصون ويناقشون كل هذا يعني عمل فيه نوع من تضحية نعم فيه نوع من تضحية نعم يعني هذا العمل العملية هذه يعني مؤمنة نعم الحمد لله أنها مؤمنة تقدر تكون بعض الحالت أنا لا أقول أنها تحالة غير موجودة قد تكون لكنها ليست طافية طيب يرى البعض أن كثرة الإشراف على الأطرحات قد يؤدي إلى تراجع جودة ربما أشرت إلى بعضي هذا الكلام قد يؤدي إلى تراجع جودة البحث العلمي ما هي التبابير التي تتخذونها لضمان عدم حدوث ذلك؟ أولاً عدم حدوث هذا وضمان الجودة في البحث العلمي لأنه نحن لا نبحث لأجل البحث إنسان دائماً يحاول أن يرقي البحث العلمي نحو مدارج الصلاح الأصلاح إلى غير ذلك يعني نريد من المناقشة التي ستكون غداً تكون أحسن من التي نقشت الآن وبعد غداً أحسن من التي ضعيها كذا يعني فنحن نستفيد من هذه الأخطاء والذي يستفيد من هذه الأخطاء هو الأستاذ وأنا الآن أقول لك سبب من الأسباب التي تجعلني أعلن على صفحتي مناقشة الرسائل الجامعية هذه الدعوة لحضور الطلاب الذين ينجزون أطروحاتهم ومسجلين أطروحاتهم أنهم يأتون لحضور مناقشة الرسائل الجامعية لماذا؟ لأن حضور مناقشة رسالة الجامعية من أولها إلى آخرها مع وجود هذا الكم من الأساهد المتخصصين وكله حقل معين ليس كلهم في حقل واحد حتى هذه التوراعة في انتقاء اللجنة المناقشة في اللغة العربية في الأوسول في الفيقة في الفكر الحضارة يعني تكون هناك تنوع في الرؤية والتصور فالطالب إذا حضر إلى هذه الأطروحات يعني تصور أنه هو الطالب يلحضر لنا غير تلت هذه الأطروحات في العام هو مسجل الأطروحة في سنين ربع سنين أنا أقول لك أن هذا الطالب سيتحسن 100% كل الملاحظة التي تقال لهذا الطالب يستفيد منه نعم صحيح ولهذا نحن دائما نقول لماذا العسوف عن حضور المناقشات ورسائل الأطروحات في بعض الأحيان لا تجد أمامك سوى عائلة المرشح صحيح لكن الطلاب الذين من المفروض أن يأتوا لا أعتون وهذا أدخال الموجود نحن لا نقول لعيب غير موجود لعيب موجود طلاب لا يستفيدون لأنهم لا يحضرون وبالتالي تنعق الملاحظة التي وجهت لهذا الطالب سنة 2020 رأي نفسها كتوجه للطالب لناقش البارحة أو مقبل البارحة لماذا؟ لأن الطلاب لا يحضرون إلى مناقشة أولا أقول لك بأن حضور مناقشة رسالة جامعية هو دورة تكوينية بامتياز نعم صحيح نعم دورة تكوينية بامتياز نهيك على قراءة الإصطارات السادة الأسل حول مناهج البحث العلمي حول طرق البحث العلمي وأيضا حتى في مجال الماسترات لأن الماستر هو تكوين فنحن لا نبخل على طلابنا في مجال البحث العلمي أقول لك الشيء الذي نرد له البال في هذا المجال هو البحث العلمي في الدراسات الإسلامية لماذا؟ لأن المعرفة الإسلامية والمعرفة الشرعية تشترك معها مع كل عوام كل شيء مسلم هل يمكن أن تخرج أحدا من الإسلام؟ لا يمكن أنت مسلم والمجتمع المغربي كله مسلم والمجتمع الجزائري كله مسلم ولكن الفرق بيننا وبينهم هو أن رؤيتنا إلى العلوم الشرعية هي عبر العلوم والقواعد والفنون والضوابط وهذا الذي نقوله لطلابنا أنتم تتوسلون إلى المعرفة الإسلامية عبر المنائج وعبر طرق البحث العلمي يجب أن تحافظوا على طرق البحث العلمي لا يجب أن تكون نظرتكم نظرة كمية كما يشار نظرة الكمية فهذا الذي يقول نظرة الكمية نريد أن نقول له أعطينا كيفك أنت لنسير عليه أرند الكيف الذي حققت أنت وأنا أريد هنا أن أتكلم بكل وضوح أن هؤلاء الذين يتطاولون على العلوم الشرعية من التقصص الأخرى كنقول لهم خدموا تقصصتكم تما أنت متقصص في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات ما الذي فعلته في تقصصك نحن ما سألناك ما الذي أنت فعل أنت تتكلم عنها ألا يحق الله نحن يوما ما نتكلم عنك ماذا أنجزت وأنت أستاذ جامعي إذن أنت تقوم بالتدريس أين هو بحثك أين إنتاجاتك أين عطاءاتك والبلد يحتاج إلى العلوم نحن في أسفل ركب على مستوى التقدم العلمي والتقنية نستضيفهم لكي يجيب ليجيبوا مه جيد نحن نريد أن نعرف كيفهم هم يعطون الكيف لأن نطبقه نحن في حياتنا طيب كيف تقيمون التوازن بين الكم والكيف بالإشراف على الأطراحات هذا هو الكم والكيف شوف يا أخي الحبيب لا شوف الكم والكيف هذه أمور يعني إذا كانت العلوم الطبيعية تهتم بالكيف أكثر من الكم ربما العلوم الطبيعية تهتم بالكيف أكثر من الكم فلا يمكن أن نسقط هذا على العلوم الإنسانية أو العلوم الشرعية لا يمكن أن نسقطه هزو سقطه كيف أن ندير الكيف في 120 صفحة دكتورة في 120 صفحة في الطب وفي الرياضيات نحن في العلوم الإنسانية الدكتورة نديره في 120 صفحة كأنك تقول للطالب روح أصرق 120 صفحة ما يجب أن ينتجه كيفا يجب أن يبني على الكم الموجود يعني ما يجب أن إذا أردنا فطردنا جدلا أنه يريد كيفا ويحقق كيفا لكن هذا الكيف يجب أن يكون مبني على كم من موجود لا يعقل أن أقبل منه كلاما مجردا غير مبني لا على استقراء ولا على استنباط ولا على استدلال ولا على أي شيء ولا خرجة ولا واتق ولا قراء ولا الطلاعة ولا حققة ويعطيني 120 صفحة نقول له هذا كيف دوز ما هذا كلام هذا نحن مجالنا مجالنا ليس كمجالهم مجالنا واضح أنا أسمح للطالب بالكيف متى حينما يكتب 800 صفحة 1000 صفحة وقول له الله يرضي عليك 1000 صفحة التي أنتجتها اختصرها كلها في 120 أقبل هذا لماذا لأن هذه 120 جاءت من 800 فعل شيئا ثم أمرته بشيء آخر لكن غيب كل هذا لا وجود له ونقتصر على الكيف وليس كيف هذا لا هذا لا نقبلوه نعم وإلى طبقنا هذا الكيف مشا تحقيق ومشا تأمور كثيرة ومشا تخريج ومشا تضمور في العلوم ما هي النصائح التي تقدمونها للطلبة لطلبة دكتوراه لضمان إنتاج أطرحادة جودة عالية وتحقيق الأمانة العلمية أخي الكريم النصائح هي هذه باستصحاب الحال كما يقول الأصولي نحن إذا كنا هذا الأمر نقبله في كل منقشة منقشة سواء كانت رسالة مصر أو رسالة دكتوراه أو حتى رسالة إجازة الإجازة الإجازة مثلا شوفوا بحوط الإجازة التي نسينا الكلام عليها والتي هي الشهادة الأولى في الجامعة المغربية وفي كل جامعات يأخذها الطالب وقد يروح من الجامعة ما يتبه يدير لما يصر ودرسون إذا هذا الطالب نحن نعطيه الأولوية يشهد الله أن طلاب الإجازة كنعطيهم الأولوية أكثر من غيرهم لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الطالب يجب أن يأخذ قسطر جيدا من طرق البحث العلمي ومن التعامل مع المعلومة الشرعية بأسبابها العلمية الأكاديمية في بحث الإجازة بحث الإجازة هو أول بحث البحث يبحثه الطالب في حياتي فيجب على هذا البحث أن يكون فيه كل شيء في تجربتي والطريقة وأنت طلبت مني الآلية وهنا أشير إليها طريقة التي أنا شخصيا أعتمدها وقد يعتمدها غيري في بحث الإجازة هو أننا نقول للطلاب قرأوا كتبا معينة معينة كنت سابقا أقوم بالتخريج لكن لما ظهرت الأقراص المدمجة أغفلنا عن التخريج كنت قلل معك هذه 20 سنة أو أكثر أرجعنا إلى دراسة المصادر والمراجع عندك 20 طالب هؤلاء العشرين عندهم نقص في العلوم التي درسوها يعني ما جاء عندي هو في البحث حتى درس العلوم الإسلامية من الفصل وال والثاني والثالث والرابع والخمس فصل السد درس كل مداخل العلوم قل له ما هو النقص الموجود عندك في مادة معينة أكيد أنه يكون عنده نقص سواء في قول القصوب للقراءات ولا نقص قل له إذا كنت أو كنت تحسين بنقص في هذه المادة اختار مصدر أو كتاب قرأه في هذا التخصص لتقوم بجبر النقص الموجود عندك فأنا بالنسبة إلي أن هذا الطالب الذي كي اقترع لي مجموعة من المصادر والمراجع كان أشهر لي على واحد منه يكون أسهل وأحسن يتمشى مع الغلاف الزمني اللي بحث كانت كلمحتى الغلاف الزمني الخلاف الزمني كي يختلف ما بحث إجازة ما بحث المصدر ما يمكنش طالب الإجازة تعطيه بحث كبار من اللي يخد منه وما زال متبوع بمواد أخرى فأشير له وحينما يختار الكتاب أنا أعدت لهم ورقة كيفية قراءة كتاب علمي أو كيفية قراءة مقال علمي أو كتاب علمي هذه الورقة موجودة أنا آتي وأقرأها معهم جميعهم ونقوم بتفصيلي فيها وبشرحها ما هي المقدمة عاصل الفنية للمقدمة ما هي الخاتمة العاصل الفنية للمقدمة هي آخر ما يكتاب ويجب أن لا تكون مثل المقدمة يعني كنتكلم عن الخاتمة عاد هناك مباحث كذا كذا كل هذا إذا كان المحتوم فتوحا أما إذا كان قراءة كتاب فهو يلتزم بصاحب الكتاب فأنا أضمن أنه قراءة كتاب ثانيا كان فوت عليه الاختلاص لعطيتهم موضوع فتوح المرأة في الإسلام أو كذا يمشي يجب بحث من وجه دولة منفاس ويعطيه لي لا لا كتسد عليه هذا المنفذ أنه يمشي الكتاب وتقرأ أنا أضمن أنه قرأة كتابا هو محتج إليه وكان ضمن أنه تعامل مع الكتاب لأنه يختصر الكتاب تقرأه ويختصره كعرض وليه حتى يكمل وكان ضمن أنه استفاد من لغة الكتاب ومن فهرس الكتاب ومن المعلومات المتعلقة بالكتاب وعرف معرفة صحيحة من صاحب الكتاب لأن معرفة العالم عندنا في الاتدقة في الإسلامية من العلم فكان ضمن الحصة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة حينما تستوفي الأمور يمكن تكلف طالب الدكتوراه باحث أنه يتمم معاك المهم هذا الجانب نحن نؤمنه للطلاب الماستر الماستر هذا الماستر بوحوت الماستر التي نناقشها هذه ثم احتبوا وحوت الإجازة بوحوت الإجازة كيف توزع المجموعة الموجودة للشعب الطلاب اللي عندهم الحق أنه مش جلو يتوزع لجميع سيدات الشعب إذا نحن 16 أو 15 كنت توزع لهم كاملين إذا عندي 20 كلهم عندهم 20 إذا عندي 30 كل سيدات عندهم 30 نعم وفي حالة أردنا الفضيسيك آآآآ فلان هذا الاشتدابة رجعتين للمحوض الإجازة كتلكهم كلهم كل واحد إما عنده باب باب الأسماء المدية بالباء أو كذا لأنه هذه عملية تقنية لا يعرف الأستاذ من سيأتي لا يختار الأستاذ الطالب ولا يختار الأستاذ نعم المسترات المجموعة تقسم على عدد الأسهد الطائرة المتلخين في المصدر تأتي طالب أو جوج تشرف عليهم توجههم طالب أو جوج وتعطيهم موضوع يتماشى مع الغلاف الزمن الموجود لذا ترى البحود المستر مركزة شيئا حسب تعالج قادية وخاصة المستر في النوازين وهذا موضوع مهم جدا في قضية الذين يقولون أن السيدة الدراسة الإسلامية يعطون موضوع عتمية قادمة لا يسمي السيدة الدراسة الإسلامية يعالج قضية لا أتكلم عن الجميع لا أتكلم عن الجميع ولا أتكلم ببسا ولكن هذا ما يجب أن يكون هذا الذي نقوم به هو أنك تعالج ظاهرة واقعية من منظور العلوم الشرعية ولكن لماذا لا يكون مثلا مباشرة من مصدرية تلقي لذين هما الكتاب والسنة مباشرة بلا الرجوع إلى الكتب لا يا أخي الحبيب لا هذه تسمي عندنا أصول ومصادر الأصول والمصادر لا يمكنك أن تتعامل معها رأسا إلا إلا إذا كان عندك قدر من الفهم قدر من القرآن هذا دكتور هذا دكتور ذا مرة يقدم أطرح هذه لدكتورة سيكون كيف يفهم ولكن يفهم لكن أنا لا أسمح له أن يرجع إلى القرآن يأخذ كل الآيات المتعلقة بالموضوع الأحاديث ويغرف لي 21 إلى 30 إلى 400 أحاديث ويضعها في البحث يقول هذا هو البحث لا ليس هذا هو البحث من منظورنا والبحث العلمي ليس هذا البحث العلمي ليس منزل لآيات وأحاديث هذا ربما كان في قديم الزمان في الأول كان العلماء وكانوا بحل الإمام النووي مثلا 40 حديث اختارها الأربعون النووية مدار الإسلام عليها لمقصد معي مثلا موضوع المرأة يجيبون الكتاب السنة بطرح الجديد ليس بضرورة أنه يطرح القديم للشافعي لذي البنو تيمية ولذي الفلان لا نقول لا نقول له يجب أن تتكلم في قضايا عصريك في قضايا عصريك بنظرتي من تقدم من غيرك من لا لا يمكن أن نخدم نخدم واقع مات وواقعك يقتج أولا يجب أن تكون الظاهرة نازلة من النوازيل دازلة من النوازيل ظاهرة من الظاهر ما معنى الظاهرة أنها أصبحت الظاهرة تشكل يعني كلاما ويقال عن الكلام ويختلط فيها الكلام العلمي بالكلام الأسطوري بالكلام الخورافي بالكلام المخارج الحدود والقيود كيكتر الكلام أنا ده كنحكم القواعد والضواخت والعلي smoعل الموضوع الطالب كن تقول له عاج leather الموضوع ولكن ويوظف اللغة العربية لأن اللغة العربية هي أداة معرفة ويرجع إذا أراد أن يأخذ من أقوال العلماء المداهب مثل مذهب الإمام مالك في فتوى معينة إمام إحمد فتوى معينة لأن الأحكام الشرعية استنبطاها العلماء وقررواها في المداهب الفقهية المداهب الفقهية الآن مداهب الفقهية مجموعة فهي ماشي مذهب مذهب الإمام مالك موجود وأنا كان فكر في خارج المذهب إذا كان إمام مالك قد أفتى في هذه النازلة وتكلم في هذه النازلة هذا ليس عيبا أن تقول وقد أفتى فيها مالك ونحن أن المذهب المالك عندنا من التوابث هذه التوابث يجب أن ترعى فالرجوع إلى المصادر وفق هذه التوابث لكن مشي تنقلون ورجع المصادر وحطب من هنا ومن هنا طيب دارا وقل جاوبتي عليه ربما كيف تتعامل على الضغوطات الأكاديمية والإدارية التي تواجهكم في ضوء الكم الكثير من الأطرحات التي يشرفون عليها لا في حتى إكراهات قرآن هذا الكم يجب أن يعالج يعني ممكن أنا أن أعطيه بالظهر لكن طلاب طالب يريد أن يشجل في الدكتوراه لا يجد أستاذ مشريف يشرف عليها طالب مصر ما وجد من يشرف عليها ضاع أنا لسته يعني هو داخل اهتمامتنا ولكن الأستاذ ليس مجبر ليس مجبر ما كيشرف على خمسة في العام بقدر ما يشرف شوفي أسايدا ما يشرفوش نعم وهنا هذا السؤال هل عدم الإشراف على الأطرحات الجامعية يعني اللهم إلا إذا كانت هناك إكرهات الأساتذة الذين يشرفون إلا ما عندوش الوقت أو مريض وعندوه دروف خاصة وعندوه إشغال خاصة وما يمكنش نجز لكن من آنس من نفسي استعدادا إلى أن ينقد ينقد هؤلاء الطلاب الذين يحتاجون الإشراف يحتاجون المناقشات يحتاجون البعصة هذا لا بد منه نزاني لأتكاء لكن ماذا الذي نطلبه نحن هو أن يكون هناك نوع من تعاون تعاون قليل يأتي زانيل مثلا من مدينة أخرى يأتي على حساب خاص هذه الأمور لا يعرفها كثير من الناس قل زانيل تعالى يأتي توفر له الكلية المبيت ليلة واحدة توفر له المبيت ليلة واحدة والغد يعني لاجه اليوم منقش الغد يكمل المهم يمشي في حلوك أو يخلص من جيبه الفندق ليلة واحدة أو يجي بات أو يجي يوم المناقشة ويقدر يبات أو يرجع ثم من ماله الخاص لجب السيارة ينفقه من ماله الخاص ما الذي توفره لا شيء فهذه أمور صعبة تضيق على والأسيدة يحسون بهذا النوع من الضغط يعني أنا أقول هؤلاء الذين يتكلمون في الكم الكيف يا سيدي هذه الكطرة وهذه ليست امتياز عندنا لسيما الأسيدة الذين وصلوا إلى مستوى من ما محتاجين للوراق في من هو محتاج إلى مناقشة ليأخذ شهادة ليضعها في ميل فيه لترقية المعينة أما الذي فاتت ترقية وهو في أعلى السلم ما محتاج لهذه الشوائد كلها ولكنه محتاج إلى أنه يعني يسعف الطلاب ويعين الطلاب ويعاون قدر ما استطاع وهذه من الصدقات الجارية لماذا لا يفعل الإنسان هذا طيب ربما سؤلت وجوبت علي ما هو دوركم في توجيه الطلاب نحو موضوعات بحثية جديدة ومبتكرة يساهم في تحقيق تقدم علمي كيف تردون على النقد القاتل بأن بعض الأكاديميين قد يستفيدون مادياً ومعنوياً من كثرة الإشراف على الأطرحات دون تقديم على الإشراف العلمي الجل هذا سيدي أنا شخصياً لا أعلم في حدود ما أعلم والله أعلم أنه يوجد أستاذ عندنا في شهر الدراسة الإسلامية يعني يستفيدوا مادياً من الإشراف على الأطرحات كلام كين لكن الحقيقة الواقع لا تستطيع أن نجزم هذا في الدراسة الإسلامية كان سماعها في كل يدخلها لا أدري لا تستطيع أن نجزم لك باشي نادياً ومعنوياً حينما نناقش بهذا الكيفية التي يدمها الكثير يدمها مشي تشكرها يعني مشي في صالحنا مشي الكثير يعني أنا أقول لها حتى الجميع أنا أقول لك أنت كتشرف هذا أمر ليس في صالحنا نقول هذا الكلام وكننقوله وكننكره كترة الإشراف والمناقشات والأطرحات الكتابات والتأليف ذكرت يدمها الكثير قلت مشي الكتب أنا معك جزاك الله خير هذا ليس لأنه ليس مع عبارة أخرى غيرنا اللي ما كيديروه دار باش نكون واضح معك يعني أنت ما زلت في مكانك على الرغم من هذا بما لا هذا الذي تفعله ليس في صالحك وأنا لا أقول هذا الكلام لأجني منه شيئاً ولكن أفعله هذا خدمة للواجب لأننا أنا أستاذ تعليم العالي والمحل العلمي وتكوين الأطر كنقوم بهذا المهام بثلاثة كي اللي كيدير تعليم بك يبحث ما كي شرف كين بحال هؤلاء الذين ينتقدون تقولوا مثلاً بيأكلون السحد ما هو السحد أنا ما فهم لا أدري واش اللي كي يخدم كي يأكل السحد الذي يحرر ديرها من حلالاً بهذا الكيفية ما الذي يأكل السحد الذي لا يفعله شيئاً يالله يقوم بتعليمه مقابل الناس هذا يفعله هذا الانسان يجب أن يزين كلامه يزين كلامه يكون كلامه يعني كلام موزون تكون عنده أدلة ما يقول يعني عيب نسمعه من ولو لم يكن هذا أكاديمياً ما تكلمت لا أريد من هذا التصور الخاشين أن يكون عندها الأكاديميين إذا كان عندك أنت في تخصوصك أنا ما أدناش وبقى في تخصوصك بتتوش على تخصوصات أخرى وللأسف الشديد هناك تطاول كبير لا على القرآن ولا على السنة النبوية من تخصوصات الأخرى وهذه قلت في أول لقاء ما كاستكمال قلت لهؤلاء الذين يتكلمون على العلوم الإنسانية والإسلامية والأعلام والشيوخ وعلى علماء الدين كلهم لا علاقة لهم بالعلوم ينطلقهم موقع تخصوصة أخرى وكلما عنده التخصوص تتكلم وكلما عنده هي شهادة الفلسفة عنده إجازة في الفلسفة فقط أبنية إجازة في الفلسفة كما تقول وقال قليل من الفلسفة يؤدي إلى الإلحاد قليل من الفلسفة الناس اللي قرأوا الفلسفة ودرسوهم وعطاهم هذه الشهادة في 1980 ما كانوا يقولون هذا الكلام الذي يقولون هؤلاء عن القرآن والسنة وهذا الكلام كثير نحن لا نتصدى للرد على كل هذا ولكن نريد أن ننبيه نحن نقرأه نسمعه ونتفعله مع نحن نتفعل مع الانتقادات كان بعض الانتقادات التي تجعل الرد نرد عليها لا على هؤلاء الذي نقال ولكن نصح الرؤية لكثير من الشباب يذهبون ضحية هذا الكلام وأنا أقول أن الكلام النابي ليس قوة كلام النابي والقضح والقذف والسب والشتم يعتقد البعض بأن هذا قوة هذا ضعف هذا ضعف في الإنسان كل كلمة بأدب تجد قبولا في الحديث إن الله لا يحب العبد الفاجر العبد الفاجر الذي يفجر في الكلام هناك أطار ويأخذون من القرآن مأهب وهذا الذي يقول أنه يرجعون القرآن ويأخذون من القرآن والسنة زعمك أن نرى هذا دون مزايد أسر ما هي الضمانات التي تتبعونها لضمان الأطرحات أن الأطرحات تحت إشرافكم لا تحتوي على أخطاء علمية جسيمة أو مغالطات شوفها سيكمل شخصيا أنا انطلاقا من تجربة الإشراف وليست عندك رسائل كثيرة في الإشراف على الرغم من كثرة المنقشة ما زال أكرر هذا الكلام الرسالة تبقى تحت إشرافك ثلاث سنوات أربع سنوات وأنت تكون مع الطالب الطالب يعمل عمال يجيبو لك تراجعو تتشوفو نعم بعض الطلاب حينما تتق في الطالب وتتق في كفاءة الطالب تسلم له الطالب رات يظهر يظهر لنا الطالب المجيد وأول اختيار لنا كان على الجدية فيجيب أن يستمر هذا طيلة البحث وإذا ظهرنا خلاف هذا فنحن نتادر نقول لك بعض الطلاب راحوا مشاو ما يكملوش نعم فحينما يصل الوقت يقول طالب أنني أستاذ كملت كتشوف العمال دياله شوف العمال دياله تفحصو تقول له هذا العمال أنا مشريف متبوع بالفحص وأنا أقول لك أن هذا العمال إذا فحص سيرفض إذا فحص إذا فحص إذا مشار الفحص هذي ترفض لأنه ثلاثة سيفحصوه إلا رفضوا هجوش ترفض إلا رفضوا هجوش ترفض وعندي عليه ملاحظات هل تحب أن تعيد هذا العمال في ضوء هذه الملاحظات كله يعودوا ويقادوا يصوبوا يدفعوا 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 فيه الشروط العلمية وكذا ما ما كنكتبش لي أنا أستاذ لا يكتب الأطوحة كنكي وجه يعلم يأخذ القلم الأحمر ويعلم هذه المقدمة تحتاجه كذا التطيقات يجب تأخذ كذا كذا فأحرص المصادر المراجع ليس هذا كيفية الفنون قسم البحوت حسب الفن الطاغي لأنه إذا كيبحتف الحديث قسم قتوب الحديث تكون بارسا يكون علوم الحديث حسب الفنو رتب على حرف المعجم الخاتمة يجب أن تكون باتشكل الباب بفصوله كذا يكون توازن بين كذا المقدمة عند علاصرها الفنية معروفة الدراسة السابقة وكذا وكذا الدراسة السابقة اللي بحثت في هذا الموضوع اللي بحثت فيه كم هي يا كذا وكذا وكذا هي بحثت وما الجديد عندك إذا خصو يدرسها ويبين القوص ورثها بس تسمعه أنه يدرس وإلا الجودة قد تكون ضعيفة تكون تنقش بينك ومن الطالب محاضر لا عامد ولا رئيس جامعة ولا وزير ولا فاحص ولا مناقش بينك ومن الطالب ثم تقدم العمال بعد ذلك وفي المناقشة قد ظهر أمور أخرى أمور أخرى أثناء المناقشة دلزم الطالب أنه يدخل الملاحظات ويأخذ الرسالة ديره عنا الآن أنه إلى الأساتد المناقشين كلهم اتفقوا لأن هذه الرسالة يجب أن تصاغ والتعاود وما يأخذ الدكتورة ديله فهذا الطالب يسماع كل شيء نحن لا ننشر المناقشة لأن نشر المناقشة فضائح لا نشر المناقشة هناك يكون فيه فيها جزاك الله خير هو مفيد لناس ولكن الطالب يأخذ قعهب مشرف جدا وكلما يرى الشهادة فيها مشرف جدا في المقابلة لا يريد أن توظف يرى هذه المناقشة ويرضو أضعيف ما هي المناقشة لا لا وما يرى طلاب كلهم على مستوى واحد قريبا من نحن لا نقول هذا أحسن كي أن هناك معايير تفوت أكيد لكل حال ولكن العموم نحن نحاول قدر ما استطعنا أننا نحقق عنصور الجودة لا في طبيعة الموضوع المطروح ولا كيفية معالجته نعم الموضوع المطروح لأنه الموضوع هل تتحقق منه جودة معينة على مستوى خدمة المجتمع وخدمة الواقع ثم معالجته من المنظور الشرعي هل وظفت فيه القواعد والفنون وكذا 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 وهكذا يعني وإلى حيث العلوم والقواعد الضابطة واللي معرفة عنها صحيح هل يجيب فهم يقول لا لا الأمور يتوسل إليها بقواعدها وبفنونها ونضمن هذا القدر من الجودة والجودة يفهموا ويختلفوا من فنن إلى أهر ماشي الجودة في الطب هي الجودة في الدراسات هي الجودة في التاريخ هي الجودة في بعض الناس يتكلموا عن الجودة ويجمعوك ويرمي عليكم الجودة الجودة شن الجودة أنا لحققت مخطوط جديد معمره كان هاديرها جودة مخطوط مخطوط ما معنى تحقيق مخطوط إخرج مفقود إلى الوجود أصبح مصدر من المصادر هذا بالنسبة إلى نحن جودة معالجة ظاهرة اجتماعية في المجتمع ظاهرة اجتماعية نازلة من النوازل وقد جتهد فيها الطالب وأبداعه وكذا هذا بالنسبة لنا جودة هي هذه الجودة هو الإبداع هو اسمه بالإبداع طيب هل هناك استراتيجيات محددة تتبعونها لتطوير مهاراتكم في الإشراف الأكاديمي وتحقيق الإشراف الفعل أخي الحبيب نحن لا يعني لا نقل جهدا في الكلام يعني المهارات المهارات المعرفية ومهارات فوق المعرفة نحن لا لا نبخل على الطلابنا من هذا الجانب لأنه حينما تدرس في المصر على سبيل المثال والآن كان هناك كان هناك حقيقة نقص في الدكتوراء النظام الدكتوراء القادم الآن ولا نظام جديد فيه تكوين وهذا أحسن بالنسبة للطالب أن الطالب يتكون ويدرس وحدات ويأخذ فيها حصص منتظمة ويأخذ فيها نقطة عاد البحث فيوازي بين البحث وبين الاستفادة من المهارات وكذا وكذا في الوقت الذي تكون فيه المهارات غائبة في بعض الأحيان لأنه المهارات لا تتأتل كل أحد لا تتأتل كل أحد باختلاف الجامعات باختلاف التخصصات لا في بعض الأستاذ يوراهون منايج البحث العلمي ويعني يقفون عند البحث العلمي ويجرون الطالب ليس نحو المعرفة المعرفة موجودة أنا ذكرت المعرفة هي موجودة في الانترنت تعطيك أنا هناك برامج الآن تعطيها يعطيك تلبحت كتوب المعرفة ما كانت كله مشغل لكن كيف تبحث وكيف تستخلص كيف تستنبض كيف تنقض كيف تقابل كيف توازن هذه أمور كلها مهمة بالنسبة الطالب يجب أن يتملك ملهجية البحث العلمي ونحن في تقدير الميزات ومناقشة الرسائل الجامعية نراعي هذا لأنه من خلال أسلوب الطالب ولغة الطالب وأفكار الطالب يظهر لك أن هذا الطالب عنده إمكانية قوية يتوفق في معالجة الموضوع لكن عنده إمكانية يمكن أن يوظف هذا تسبح له تقول هذا إلا ما أعطهنا سيعطي هذا يشفع له لكن حينما يظهر بأن الطالب ضعيف مثلا أو يحتاج إلى يعني نبحث المسطر على سبيل مثلا من البحوث التي نبحث كان تحت إشرافي بما شهور قليلة يعني الأستاذ بيّن أخطاء كثيرة للطالب أخطاء كثيرة جدا أنا قلت للطالب لن تأخذ الاستمارة ها هي موجودة الأستاذ وقعها ونوقعتها لكن لن أضع لك النقطة حتى تعيد البحث في ضوء ملاحظة الزميل وحينما تسميمه أعرضه عليه حتى يقول لي بأنه استوفى وسأضع النقطة وهذا الذي كان نعم 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 شهرين لطل الشهور نعاود البحث من جديد تصل الأستاذ جاب له منسخة أستاذ شاف الرسالة شاف الملاحظة تصل به أستاذ قال لي يشي باس مشي حتيت النقطة وديت المسؤول على الماستر قالوا هالنقطة ديالدك الطالب في اللب أكد تسير الأمور أكد تسير بهذا المناقشات والأطروحات والإشراف والفحص وعنده شيء هذا يسأل أفضل ولا يخرج هذه الخارجات التي هي يعني تسير إلى الأخلاق والقيام وتسير إلى الجامعة المغربية وإلى البحث العلمي ولسيما من تخصص الزملاء أنه في جهات خورة نقول لهم خدموا تخصصتكم الله يجلزكم بخير أرى البلاد محتاجة الرياضيات والفيزياء وكذا وكذا المجال إلى مرحبا بكم لن نبخلو عنكم بشيء إذا أردتم أن تساعدوننا مرحبا إذا ما فهمتم شيء اسقلونا نجيبكم لماذا؟ لأنني أنا إذا أردت أن أفهم شيء في الرياضي نسؤولكم نجي عندكم نسؤول زميل هذا الحساب هذا الكيفية وكذا وكذا إلى الأخري هذا بك نشوفوا الحساب غير كي تشتت على كل حال بسنية بارك الله أقدع الألفاظ شكرا لكم مبارك الله فيكم كان معنا الدكتور محمد خروبات أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياد بمراكش شعبة الدراسات الإسلامية شكرا لكم مبارك الله فيكم إلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة